طيب أخبارنا أي النهاردة؟ تعالوا نشوف الأهلي نيوز روم فيها إياه أبدأ مع حضراتكم من الأهلي اللي بيرجع إن شاء الله بإذن الله بكرة يبدأ ويرجع أو يرجع مرة تانية للتدريبات بعد راحة سلبية ده مستر مارسل كولر للعيبة لمدة 6 أيام من بعد مباراة لإسماعيلي لو لسه فاكرين المباراة اللي انتهت بفقوز الناجي الأهلي بنتيجة 3 أو 1 من بعدها كانت فترة توقف طويلة استغلها مستر كولر إنه يدي راحة سلبية للفريق ويرجع بكرة إن شاء الله الفريق استقنف تدريباته مرة تانية ويمكن مستر كولر حيبا بيتطمن طبعا على الأوزان فالعودة دي هتبدأ بقياسات أوزان للعيبة اللي هتكون موجودة طبعا أنت بيغيب عندك لعيبة كتير يعني خليني أقول لحضراتكم الأسماء اللي غيبة أنت عندك الشناوي وهاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنع مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات دول منتخب أول عندك علي معلول طبعا مع تونس أليت زينج مع منتخب مالي وعندك حمز علاء ومحمد أشرف مع المنتخب الأولمبي عندك بعد كده لا هو حمز علاء بس أعتقد بعد كده عندك بقى القائمة الغائبين بسبب الإصابة أو برامج التأهلية عندك كريم فؤاد السلية كريم ندفد صلاح محسن فبالتالي أنت بكرا إن شاء الله هيكون الفريق تقريبا نص حمولة يعني الموجودين طبعا مهم جدا لأنه أعتقد كمان أنه ميستر كولر بيفكر في بداية أعتقد أنه زي كنت بتتكلم على تونس بتلعب في اليابان مثلا هتلعب يوم السبعة عشر فمفترض أنه علي معلول أعتقد أنه ميستر كولر دي وجهة نظر مش معلومة يعني ممكن يكون مطلعهم الحسابات فأنت محتاج تجهز كريم دبيس محتاج أعتقد كمان ممكن أليو تزينج اللي هيكون بلعب مع مالي في السعودية في التوقيت ده ممكن تبقى محتاج ورقة بديلة وإن كانت كل البداية اللي عندك موجودة مع المنتخب الوطني سواء مروعا عطية سواء أحمد نبيل كوكا إمام ممكن جدا يبقى برح حسابات المباراة الزهاب محدش عارف لسه يعني هيتعرض على هيتعمله كشف طبي يحدد على أساسه إذا كان لائق طبيا قبل يوم عشرين ولا لأ وحتى إذا كان لائق أعتقد كمان أنه يجيب الفرمع اللي كانت قبل تعرضه لإصابة في مطش الإسماعيلي ممكن وحتى لو جاب الفرمة ممكن جدا جدا ميستر كولر يقولك لا ممكن تبقى مغامرة أن أنا حطه في مطش زي ده في تنزانيا وظروف صعبة وإلى آخره فالأفضل أن أنا حافظ عليه واتطمن لأنه بعدها باربعة تيام أنت هتلعب مطش العودة هلعب يوم عشرين في تنزانيا إن شاء الله نرجع يوم واحد وعشرين أو لو رجعنا عشرين بالليل أربعة وعشرين هيكون عندك مطش في القاهرة غالبا الفرقتين هيرجعوا مع بعض يعني لعبوا المطش في تنزانيا والأهل يوسيمبة هيجوا القاهرة مع بعض في نفس الرحلة يعني بنفس الوقت يعني نفس الزمن مقصودش نفس الطيارة عشان يستعدوا المبارات يوم أربعة وعشرين